اخواني اخواتي هولدتي السلام عليكم انا بغيت نجه لكم واحد الرسالة لانني الان تنعيش واحد المأساة كبيرة بزاف وهو المرض الاخ ديالي اللي اصيب بهذا الفيروس اللي هو كوفيد ديزنا في كورونا الاخ ديالي الاكبر اللي هو السيمو محمد ناصري والان يسارع الموت وهو في العناية المركزة هو بعيد عليهم ما قدرت حتى نخرج انني نمشي نشوفه او لنطلع عليه او نعرف اشنه وقع عليه فلهذا الله يجازيكم بخير ويتموجه لكم هذه الرسالة خليكم في ديوركم ما تخرجوش من ديوركم بقاوا في ديوركم رأى اي واحد ممكن يتعرض للخطر وممكن يعرض للخطر للواحد اخرى ما بغيتكمش تكون عندكم هاد الاحساس وهاد الايام اللي تنعيشها فكروف الاطباء اللي مساكن بعد على ولداتهم في الفراملية في الناس اللي خدا من كلهم في السبيطار فكروف دوك الناس اللي زنبولانسي اللي تاهم ما تيعانوا فكروف البوليس اللي قاعد نهاره وما تيجرلوه ووحلين معنا غيباش منخلوز ديورنا الله يخليكم هاد الناس قصنا نعونوهم لأنهم هما بوحدهم رأى الله يكون في عوانهم رأى ما تيشوفوش ولداتهم السلطات القيادة الخازنية كلما هاد الناس متجندين من أجل المصلحة ديورنا نحن الله يحفظكم ما تخرجوش من ديوركم ما تغمروش لأن المسألة خطيرة جدا وبغيتكم كاملين ادعوهم على الاخ دياري بشار ربي سبحانه وتعالى يشافيه ويشافي جميع المرضى اللي كينين ويشافي جميع المرضى اللي عايشين في المغرب واللي خارج المغرب الله يجزيكم بخير ادعو معهم الله يحفظنا جميعا يا ربي يا كريم وشكرا